عندما يصرح ويقول أن فيه 3500 فتوى تصدر من دار الإفتاء يبدو أن هذا الرقم يبعث على الفخر والفرح والغبطة أن الجمهور أصبح يصد في دار الإفتاء وأن المفتي الرسمي استعاد دوره وأن هناك ثقة متبادلة وأن هناك نزوع من العامة والبسطاء للتعلق بأسطار هذه المؤسسة الرسمية الدينية بحثة عن إجابات شافية لعلل وأمراض دينية أو حياتية أو مجتمعية أو نفسوية على الأقل لكن القضية لها جانب آخر هل هذا الرقم طبيعي ألا يشكل لغزا ومحورا لتساؤلات على المستوى النفساني والاجتماعي هل صارت قضية الحلال والحرام هي الشغل الشاغل لمجموع المصريين هل بات القياس حلال أم حرام فقط لغير تديين الحياة المجتمعية المصرية ثم هل هذا يتناقض مع الدولة المدنية التي ننشدها تديين الحياة ألا يعد حرصا للأرض للدولة الدينية التي نخشى منها ونخشى على الإسلام منها لأن الإسلام هو دين الدولة المدنية دي كلها أسئلة يعني طرحتها على فدرته وكان صدره رحبا ولكن استماحاني أن يقول هذا على العامة في هذا الحوار المهم في هذا الصياق أهلا بك مولانا أهلا أهلا سهلا أنا طرحت اللعندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اسمح لي أنا حاخد من آخر فقرة أو آخر كلمة في المقدمة التي تفضلت شاتك بقولها وهي أن الإسلام يعرف الدولة المدنية ولكنه لا يعرف الدولة الدينية وهذا حقيقي والإسلام أبدا لم يكن في يوم من الأيام يدعو إلى الدولة الدينية بمعنى الدولة الدينية في الثقافة الغربية السياق راطية آه إنما السياق الذي عندنا نحن نحن دولة مؤسسات نحن دولة نحترم القانون الموجود في هذه الدولة نحن نمشي على هذا النمط في حياتنا آآ ولذلك سيادتك يعني لي جملة من الأطروحات في مفهوم ولي الأمر الذي ساد مرحلة طويلة من الفكر الإسلامي والفقهي آآ وهو لا يركز على فكرة الفرد بقدر ما يركز على فكرة المؤسسية والتي ستنتهي بنا بدي في عجالة أيضا وربما يفرد لها وقت آخر لكن في عجالة أن هذه المؤسسية هي يعني عنوان الدولة الحديثة وعمد الدولة المدنية وعمد الدولة المدنية ولذلك بهذا المفهوم الذي يعرفه المثقفون ويعرفه أرباب الفكر في الدولة الدينية هذا ليس موجودا في الإسلام فالإسلام يعني يرفض تماما الدولة الدينية وإنما يحبز هذه فكرة الدولة المدنية الحليسة بمؤسساتها بالتزامها بالسير على هذا النسق من العطاء المؤسسي الكبير مهما التسع أو مهما ضاق هذه مقدمة لازم وضروري حتى ننفي فكرة الدولة الدينية عن الإسلام نمرة اثنين الفتوى سيادتك اللي تكلمت وتفضلت بالكلام عنها هي ببساطة شديدة جدا هي بيان الحكم الشرعي لفعل من أفعال المكلفين يعني سلوك إنساني في كثير من الأمور ممكن ما تكونش فتوى ويكون رأي فقهي أو نصيح أو كن وعظ لكن الفتوى هي إنزال الحكم الشرعي المستفاد من الأدلة الشرعية بعملية عقلية معينة على واقع محددة وقع فيها إنسان نعطي مثال لذلك لما ياتي إنسان ويقول هو طلق زوجتهم فنحن أمام واقع لابد أن نحيط بهذه الواقع بكافة أبعادها من حيث الظروف طلق في أي ظرف من الظروف غضبان مش غضبان مكره مش مكره يعني كل ما يحط بهذا الإنسان اللفظ المستخدم أي هو اللفظ وبعدين لما نتصور هذه الواقع في ذهننا بيكون العملية العقلية في ذات الوقت مركبة في أنها تستدعي الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية وننزل هذا الحكم الشرعي على هذه الواقع بخصوصها لصنعة لصنعة ثم نقول بعد ذلك هذا الطلاق واقع أو غير واقع فإذا الطلاق واقع هذه الفتوى وكانت هذه الفتوى نتيجة عملية إفتاء مركبة ومعقدة وطويلة لكنها بالضربة والخبرة ممكن تاخد دقيقتين أو ثلاثة وممكن ثم ساعات فعلى كل حال يعني الفتوى هي بيان لحكم الشرعي مستنبط من دليل على واقعة المحددة ده مهم جدا تحديد المفاهيم إن الإسلام دولته مدنية ولم يعرف الدين دولة الدينية الأمر الثاني أن الفتوى إنزال الحكم الشرعي على واقع بعينها نعم شكرا